الله, 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 الله الله, الله, الله سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتموا نعمته عليكم لعلكم تسلمون صدق الله العلي العظيم أهم صفتين لأن يكون الله سبحانه وتعالى تبدو معرفتنا إليه أكثر وأكثر قضية أو صفة العلم وصفة القدرة حتى عند البشر الذي يستطيع أن يسيطر على العالم هو الذي علمه أكثر وقدرته أكثر لسه سواء كان عادلا أم ظالما المهم هاتان الصفتان مهمتان جدا أن يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء هذا في البشر محال لم يخلق الله سبحانه وتعالى أي بشر وإن كان نبيا وليا أو وليا أو معصوما بحيث يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء إلا بمقدار ما يعطيه الله سبحانه وتعالى يعني مثلا نحن عقيدتنا أن الأنبياء والأئمة عليهم السلام يعلمون بعض الغيب أو كله أو كله ولكن ليس بالاستقلال بل بمقدار ما يعطيهم الله يمكن يعطيهم بعض الغيب مو كل الغيب يقدرون على كل شيء ولكن مو بذواتهم بل بإعطاء الله لهم القدرة فقط الله سبحانه وتعالى له كل العلم وله كل القدرة هذه عقيدتنا نحن المسلمين جميعا لأن الله عنده القدرة الكاملة ولأن الله له العلم الكامل فهو مالك كل شيء أيضا لأنه هو الذي خلق وهو الذي دبر وربوبيته مسيطرة على كل شيء فهو المالك لكل شيء والعليم بكل شيء والقدير على كل شيء هذه من أمهات العقائد الإسلامية التي يجب علينا نحن نعتقد بها وبالأدلة العقلية يمكن أن نصل إليها القرآن يشير إلى هذا الموضوع أو هذين الموضوعين ولله غيب السماوات مو بس شهود السماوات شنو الفرق؟ الفرق أنه أكو شيء يسمى عالم الشهود كل ما يمكن أن تشاهده الآن إحنا شنو نشاهد؟ نشاهد الأرض نشاهد البحار نشاهد الأشجار نشاهد الجبال نشاهد بعض السماوات المنظومة الشمسية المطلة علينا مو كل المنظومة الشمسية إلا بوسائل نرى القمر نرى النجوم نرى الشمس هذا يسمى عالم الشهود هناك عالم الغيب أيضا عالم الغيب شنو؟ كل تلك الطاقات والقدرات التي خلقها الله في هذه السماوات والأرض هذا يسمى غيب السماوات والأرض هذا الموضوع إذا قبل ألف وأربعمائة سنة كانوا يتكلمون حوله العرب ذاك اليوم أو العجم ذاك اليوم ما كانوا يفهمون شنو معناه الآن هذا بعد صار واضح كل هذه التقنية الجديدة التي اكتشفت كثيرا من القوى الموجودة في الجو في العالم في السماوات وأفضل دليل الرادارات والتلفزيونات وهذه الأجهزة التي صارت بأيد الجميع هذا شنو؟ هذه استفادت من القوى في غيب السماوات والأرض كانت موجودة استطاع البشر أن يكسب بعضها مو كلها ومن غيب السماوات والأرض الجن من غيب السماوات والأرض الملائكة من غيب السماوات والأرض الجنة مخلوقها الآن الآن موجودة الجنة من غيب السماوات والأرض النار نستجير بالله وكل هذه الأمور التي لا نستطيع نحن البشر أن نشاهدها تسمى غيب السماوات والأرض طيب الله له مو يعلم مرة تقول يعلم هذه الدرجة مرة لا له لله يعني مالكها أنت عندما عندك مالك أنت إذا كنت مالكا لبيت فتعلم كل رموز البيت كم غرفة فيها كم غرفة في هذا البيت كم مغسلة كم سلم كل تعرفه بعد شوفوا الآية الدقيقة ما يقول الله يعلم غيب السماوات يقول ولله غيب لله اللام لام الملكية المفسرون هكذا فسروا وصحيح كلامهم مرة تقول الله يعلم غيب السماوات هو معلوم يعلم بس هذه الكلمة بعد أكثر أكثر إحاطة له غيب السماوات يعني لا لغيره أي واحد غير الله لا يعلم غيب السماوات والأرض وإذا إمام معصوم نبي أيضا يعرف هو لا يعرف ليش لأنه ممالك حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله لا يملك السماوات والأرض ولا يملك غيب السماوات والأرض بل يعلم بعض الغيب بإعطاء الله سبحانه وتعالى بمقدار ما الله يعطيه هذا هو التفتوا إلى الآية ولله غيب السماوات والأرض يعني هو مالك فإذا كان مالكا يكون عليما أيضا لأن المالك يعلم كل شيء ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر هنا لتأتي يأتي الموضوع الثاني أولا له غيب السماوات كل الغيب بيده ومالكه وهو عليم به بعد هذا شنو القدرة مرة أنا عندي بيت عندي سيارة ولكن ما عندي قدرة على هذه السيارة أو عندي قدرة عندما أتمرض القدرة تروح ما أقدر أسوق السيارة بعد عندما أموت يخرج من ملكي السيارة تخرج من ملكي فمعنى ذلك أنه قدرة محدودة أكو عند البشر أما الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فصارت صفتان أو ثلاث صفات الصفة الأولى الملكية المطلقة لله سبحانه وتعالى نحن الآن مملكون لله نحن عبيد لله ما بيدنا شيء أصلا الآن الآيات التي تأتي بعدين تبين هذا الشيء فنحن مملوكون لله سبحانه وتعالى بعد أننا مملوكون معلومون أيضا وتحت قدرة الله ثلاث صفات في هذه الآية برزت بشكل جدي ولله غيب السماوات والأرض ما دام هو مالك وهو عليم بكل غيب السماوات والأرض فقضية القيامة تصير شنو؟ تصير هينا بعد الإشكال الذي كانوا يستشكلون المشركون في مكة والآن أيضا بعض الناس يفكرون فيها كيف أن الله ينشر ويبعث كل من في الوجود إلى القيامة كيف يبعثهم؟ وحقيقة هذا السؤال أي شاب من ممكن يجي في ذهنه أن مليارات المليارات من البشر كيف يبعثون؟ كيف ينشرون؟ من باستطاعته؟ من تحت قدرته؟ الجواب هذا مو بس شهود السماوات غيب السماوات والأرض لله مالكها وعليم بها فإذا صار هيشكل تأتي الصفة الثالثة القدرة المطلقة وما أمر الساعة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر لمح البصر له تفسيران تفسير الأول أنه عندما نحن هذه الجهة العليا من العين نغلقها أو نفتحها ما يسموها؟ أحسن المعنى الثاني النظر لمح يعني النظر تلمحه أه ما قال تنظر باللحظة واحدة الإنسان ينظر يعني باللحظة وراء لحظة وراء لحظة وراء لحظة هذه اللحظات المتكررة يمكن أن تسمى في اللغة العربية باللمح إلا كلمح البصر يعني بمقدار لمح البصر الله يستطيع أن يقيم القيامة الساعة هنا وما أمر الساعة يعني شأن الساعة لأنه كان يسألون من النبي كيف أن الله يبعث من في القبور شلون يصير آباؤنا أجدادنا أمهاتنا اللي راحوا إحنا بعدين الناس اللي يجون مليارات المريالات من البشر يقول الصفة الثالثة وما أمر الله أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب المفسرون يقولون أنهم اللغة ضيقة أصلا قضية الزمان ما يقول بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى المشيئة فقط عندما يشاء يكون وأنا قبل كم ليلة أتصور شرحت أتصور كلمة كن فيكون هذا من ضيق اللغة العربية ومن ضيق أي لغة في العالم مو أن الله يقول أو يصدر كلمة كن لا هذا غلط هذا تعبير بلاغي أدبي حتى إحنا نفهم وإلا مو هذا معناته معنى ذلك الإشاء المشيئة فقط المشيئة نفسها تحقق العمل نفسها بدون أي تردد هذا معنى ذلك فكذلك لمح البصر لمح البصر أوه هو أقرب يعني بعد أكو أقرب من لمح البصر هذا من باب التبيين فقط بعد ذلك يقول إن الله على كل شيء قدير شنو استفدنا من هذه الآية استفدنا ثلاثة صفات مهمات في عقيدتنا الإسلامية أولا الله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أصلا أنت أيها البشر عندما خرجت من بطن أمك لم تكن تعلم أي شيء الله رزقنا حاستين مهمتين بهاتين الحاستين نستقبل الصور يعني الطفل هذا الموضوع المهم الإنسان الذي يولد الطفل الذي يولد من بطن أمه يخرج من بطن أمه شنو يسوي بالتدريج لحظة لحظة أول شيء يستمع إلى صوت أمه عندما يسوي لا لا يه بعد ذلك الأصوات الثانية بعد ذلك ينظر هكذا ما يفهم شنو إلى أن يكبر من الذي يقدر يحلل هذه الأمور التي يلتقطها الطفل الأفئدة الأفئدة جمع الفؤاد الفؤاد في اللغة العربية يطلق على القلب طبعا في الإصطلاح القرآني أينما وجدتم كلمة القلب أو كلمة الفؤاد هذا مو معناة هذا العضو الصنوبر الموجود في الصدر يمكن هذا العضو عند تأثير للاستنتاجات ولكن المركز الذي يستنتج الأمور التي يلتقطها من سمعه من خلال سمعه ومن خلال نظره هو المخ يمكن أنها هذه الكلمة لم تستعمل في اللغة العربية المخ يقولون يعني فكانوا يقولون فؤاد أو قلب معنى ذلك أن السامع والبصر فقط يلتقط صور من اللي يحلل أي طاقة في الإنسان يقدر أن يستنتج مو سمعتها ولا البصر يعني الآن أنا أطالع سماحة السيد هذا معناته أنه أنا أفهم تحركات السيد هناك أو نظرة لا بعيني لا العين يعكس فقط مرآة يعطي صورة إلى المخ المخ يستنتج ويقول نعم السيد قاعد هناك دي أشر أو دي يقرأ أو دي يلعب مع الموبايل مثلا كذلك السمع أنتم الآن تستمعون إلي هذه الكلمات التي تستمعون إلى صوتي السمع أدات فقط هذه الأدات تأخذ الأصوات تعكسها إلى الدماغ الدماغ يحللها في اللحظة لحظة وراء لحظة تستنتج منها ما أقول ولذلك يقول أعطيناكم سمع وسيلة حتى لما تلمس في شيء ترى ناعم أو خشن هذا الحاسة الموجودة في اليد تلتقط النعومة أو الخشونة تعطي إخبار إلى إشارات إلى المخ أو إلى القلب أو إلى الفؤاد أي كلمة استعمل لا يوجد فرق هناك يحلل لأنه هذا ناعم أو هذا خشن فهذه الحواس الخمس هي وسائل فقط الأساس منه الأساس الفؤاد أو المخ أو القلب أي تعبير إن شيء تعبر نرجع إلى الآية ولله غيب السماوات والأرض الله مالك لكل غيب السماوات والأرض طيب فأمر الساعة يصير جدا هيا أمر القيامة وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير رأسا يشير إلى الوضع الذي نعيش فيه نحن البشر أحنا اللي ندعي أنه كل شيء نعلم حقيقة الإنسان لازم يخجل من نفسه يستحي من نفسه أصلا هذا كلمة عفوا يعني تعبير مو جسارة إلى أحد لا حقيقة يجب يستحي أنه نحن خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا الألم شنو نعلم فالشيء بسيط وإذا أخذ الله سمعنا وأخذ الله بصرنا لا سمح الله هذه الوسيلتان هاتان الوسيلتان تروح بعد من يقدر نلتقط أصلا أبدا من يقدر نلتقط شيء مثل الآيات السابقة اللي قريناها الإنسان من يعمر لا يعلم بعد علم شيئا بعد ينتهي بعد أمر عد شلون يتجبر ويتكبر والله يقول أنه لا تعلم شيئا الفطر 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 شنو أنا شارح الفطر سابقا يعني أن إنسان له من يكبر ويفهم ويقرأ يسمع ينظر بالسمع وبالبصر يفهم أمور صحيح ولكن بالنتيجة في داخله أكو شيء يقول له أن الظلم حرام أن الظلم قبيح مو حرام مسألة شرعية أن الظلم قبيح وأن العدل جيد هذا من قال له هذا الشيء إذا تأجي مسألة جدا عادية الفطرة تقول له أن الطول إذا وصل إلى متر أطول وأكبر من الذي وصل إلى سنتيمتر هذا الفطرة الموجودة حتى في الأمور العادية هذا يقولون الجواب أنه في القوة كانت عنده مو بالفعل يعني في داخله الطفل في داخله عنده فطرة ولكن ما صاير فاعلة بالفعل ما صاير بالقوة ولذلك لا ينافي هذه الآية لا تعلمون شيئا يعني الآن عندما الطفل يريد يفهم ما يفهم شيء أول ما يخرج من بطن أمه بس بالقوة موجود عنده عندما يكبر يفهم هذا الجواب والله أخرج من بطون أمهات لا تعلمون شيئا بعدين شلون تعلم وجعل لكم السمع والأبصار حاستان من الحواس الخمس لأنه أهم حاسة اللامسة والذائقة والشامة وهو مهمة مهمة بس عملها قليل أكثر العلوم التي تأتينا من وين تجي إما من السمع وإما من البصر إما نقرأ أو نشاهد أو نستمع يأتينا معلومات هاتان الحاستان تلتقطان المعلومات يدزون إخبارية يدزون رسائل شفرات سريعة إلى الفؤاد قلب مخ كل الكلمات نفس الشي الأفئدة هي التي تحلل وتفهم وتستوعب ولذلك بعض الأوقات تشوف المعلم يشرح في الشي أو الخطيب ولذلك أقول لكم صار واضح أو مو صار واضح الخطيب يتكلم وأنت تستمع أو المعلم يدرس الطالب يستمع في الصف بعدين يسأل من التلميذ فهمت شنو صار الدرس يقول لا أستاذ ما فهمت ما استوعبت ليش لأن السمع كان يلتقط يدز إخبارية إلى الدماغ أو إلى الفؤاد 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 لا يستطيع يحلل لماذا إما فكرة لا يمكن المعلم كما أن كثيرا من المستمعين فكرهم غير مكان مهم الخطيب أصلا أو بعض المستمعين مو كلهم ولذلك الخطيب يواظب الخطيب الذكي يطال عيون المستمعين من العيون إذا ذكي يفهم ذول إذا يفتهمون لا لا هل يفهمون هذا وليذلك يقول إذا فهمتوا صلى على محمد وعلي محمد إما أن السمع والبصر لم يلتقط بشكل كامل كان مشغول غير مكان يعني قلبه كان غير مكان الفؤاد مركز الإدراك كان في مكان ثاني مثل إحنا نصلي نقول إياك نعبد وإياك نستعين ولكن فكرنا بالسوق فكرنا في أطفالنا فكرنا في مشاكلنا معناته أنه القلب مكان غير مكان يعني ملتهي بغير مكان عفوا فإما أنه الفؤاد مشغول بمكان آخر ولذا التلميذ يقول أستاذ أنا ما فهم لشنو قلت وإما شنو وإما بسرعة ما قدر يحلل التقط سمعه التقط ولكن لم يستطع أن يدرك يفهم فلذلك لازم المعلم مرة ثانية يشرح له نرجع للآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئان ماذا قد الآية هذه تخلي الإنسان يتواضع أمام ربه إذا حقيقة مؤمن يتواضع مو أنه دائما بعض الناس الشكل ينتقدون يجاهرون المعصي أمام الله سبحانه وتعالى مع أنه مالكهم ورازقهم مالكنا ورازقنا والعليم بنا والقادر على كل شيء مع ذلك الشكل يصير ولكن عندما تقرأ هذه الآية تتواضع لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة بالسمع حاسة وبالبصر أهم حاستين من الحواس الخمس تلتقط الصور وتعطي للفؤاد والأفئدة ليش لعلكم تشكرون يعني لعلكم تتواضعون تشكرون تؤمنون بالله أن هذه النعم كلها أتت من قبل الله سبحانه وتعالى الليلة أنا صحت مزين الله يعافينا ويعافيكم جميعا هالمقدار يكفي الموعظة الأخيرة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه سبعة أشياء من الاستهزاء إما يستهزئ بنفسه الإنسان وإما يستهزئ لا سمح الله لا سمح الله بالعقائد بالله لا سمح الله طبعا العبارات اللي نقراها عن الإمام الرضا سلام الله عليه يستهزئ بنفسه يعني واحد لازم يحترم نفسه ما يستهزئ بنفسه سبعة أشياء الأول من استغفر الله بلسانه ولم يندم قلبه فقد استهزئ بنفسه شايفين السبح بيدنا استغفر الله استغفر الله يا غفار يا غفار جيد هذا طبعا يمكن يخلينا نتعود على الاستغفار الحقيقي ولكن واقع الاستغفار مثل ما قلنا واقع السمع شنو واقع السمع يعطي إشارة إلى الفؤاد كذلك اللسان النطقة من استغفر الله بلسانه ولم يندم قلبه قلبه مو ندمان بس متعود يقول استغفر الله فقد استهزئ بنفسه هذه الروايات شوية قوية صريحة صارخة ولكن تخلي الإنسان شوية يفكر أنه لا يكون هالشكل عنه ثانيا ومن سأل الله التوفيق يعني دائما ندعو ونسأل ابن الله يا ربي وفقني يا ربي وفقني على عمل الخير يا ربي وفقني لزيارة الإمام الرضا يا ربي وفقني لأنه أسوي مؤسسة خيرية مثلا أي شي ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد يعني ما رح للسوق يشتري التذكرة حتى يروح روح بعد ولم يجتهد ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه إذا رحت الله يوفقك يعني الإقدام لازم يكون من الإنسان ثالثا ومن سأل الله الجنة أسأل الله الجنة من لم يسأل كل يوم إحنا نسأل إله عفوك إله أطلب منك الجنة ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد الجنة بها شدائد يعني مثلا يقول لك لا تنظر إلى المرأة المحرمة لا تسرق لا تزني لا تكذب لا تستغيب لا 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 كله لا بعد محرمات هذه شدائد وأيضا البلايا اللي تجي وحن لازم يصبر على البلايا ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه تريد الجنة لازم تضحي ما كو شارع الرابع ومن تعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار حقيقة لازم نستعيد يوميا ولكن بشرط ومن تعوذ بالله من النار ولم يترك شهوات الدنيا كل المحرمات يسويه أو بعض المحرمات شهوة بعد ولم يترك شهوات الدنيا فقد استهزأ بنفسه الخامس ومن ذكر الموت نروح للمقبرة لتذكر الموت ومن ذكر الموت ولم يستعد له الموت يخوف مثلا أنا شنو بكرة شنو يصير حقيقة إذا متت شنوان يصير هذه الأمور تجب في فكرة الإنسان صحيح ولكن بعدين أنسى ما أستعد للموت ومن ذكر الموت ولم يستعد له فقد استهزأ بنفسه سادسا السادس ومن ذكر الله ولم يشق إيه أتصور ولم يشق إلى لقائه أنا أذكر الله بس شوق للقاء رحمة الله ما عندي يعني ذيك النكهة اللطيفة اللي بالعبادة أكون نكهة أكون حالة من المعنوية تأتي بعض الأوقات للإنسان هذا معنى الشوق ومن ذكر الله ولم يشق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه السابع ومن أصر على المعاصي وطلب العفو من ربه ولم يتوب يصر على المعصية ويطلب العفو من الله ولكن ما يتوب يعني ما يترك فقد استهزأ بنفسه اللهم إنا نتوب إليك اللهم اجعل قلوبنا تتوب إليك يا رب اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم سبحان الله اللهم 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 اللهم